الحقيقة فيه إنجازات كتيرة جدا 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 حصلت في المعهد العالي الفنون المسرحية بالأسكندرية من ساعة تولي بفتنة منصب العميد وكمان هي مش بس عميدة المعهد العالي الفنون المسرحية بالأسكندرية هي كمان ليها أنشطة بتيرة جدا جدا وماشاء الله عندها طاقة كبيرة جدا فنية إنها تقدر تعمل مهرجونات كتير بتفيد الفنون المسرحية عموما بتعاون بقى مع ناس كتير من طلبة من سفارة أسبانية من ناس كتير حولين العالم عشان بس تدخل أفكار جديدة للمسرح وتوعي الناس بأفكار جديدة وأفكار أجدد لإني مع تطور اللي احنا فيه النهاردة بيحصل تطور شامل لكل حاجة بزاد في الفن والفنون كمان المسرح بيحصل له تطور وهي بتقدر تدخل ده وتعمل دمج لده وكمان بتقدر تطلع مواهب كتير جدا من الطلبة عندها سواء كانت في المعهد العالي الفنون المسرحية بالأسكندرية أو بالكاهرة ده غير نشاطها بقى الرائع والأكتر من الرائع اللي بقى يروح كده فيرال ويبقى ترينده طول الوقت وهي قصصها اللي موجودة على التيك توك والسوشيال ميديا والفيسبوك ويعني الناس كلها بقت نتابعها بشكل كبير جدا فمنورنا النهاردة دكتورتنا دكتورة نبيلة حسن زيك دكتور؟ أهلاً 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 أنا مرسي جداً على المقدمة اللطيفة دي وسعيدة جداً بوجودي معاكم النهاردة في الستوديو احنا أسعد يا دكتور في الموجود حضرتك وأكيد ده شرف لنا كبير جداً مع حضرتك تنورينا ونتكلم معاكي عن مجهوداتك الرائعة في أكاديمية الفنون من ساعة ما توليتي حضرتك المنصب حابين نتكلم أكتر عن المهرجانات والفعليات الفنية لحضرتك بتعمليها خصوصاً مهرجان القراءة المصرحية الأخير يمكن ناس كتير ما تعرفش يعني إيه قراءة مصرحية يعني حابين أكتر تعرفين معرفي الجمهور يعني إيه مهرجان قراءة مصرحية أولاً طبعاً أنا بشكرك جداً على كل المقدمة اللي عملتها والحقيقة المصرح حياة يعني المصرح هو رد فعل طبيعي بيعيش مع الإنسان يعني ظهرت تكنولوجيا كتير قوي قوي وكل تنبأ أن المصرح ممكن يموت اللي أن المصرح ما بيموتش وزي ما أسدتنا علمونا أن المصرح هو اللقاء الحي طول ما فيه لقاء حي ما بين ملقي ومتلقي صعب تقوليني داي يموت لأن دائماً أبداً فيه احتياج للمواجهة للاحساس المباشر فالمصرح دائماً أبداً بيتلون باحتياجات البشر فطبعاً كل ما أنت بتجردي التكنولوجيا اللي هي ما شاء الله كنا لسه بنتكلم على الستوديو وعلى الشاشات وعلى الحاجات دي كلها ده بيخلينا أنه تتأمل جوهر الموضوع فتلاقي المصرح حفر له يعني خط جديد دائماً أبداً جازي ألا وهو القاعات الصغيرة زي الميكرو تياترو أو الاتجاه أنك أنت تقري مع آخرين كل الإنتاج الفني والأدبي والإبداعي سواء بقى من خلال القراءة المصرحية أنك أنت على خشبة مصرح تقليدية ولكن فقط لغير بتلخصي كل الأدوات المصرحية إلى الحاجات الرنزية اللي ممكن تعبر فأنت بدون فلوس ولكن بطاقة إبداعية حقيقية تقدر توصلي اللي المؤلف عايز يقوله اللي الثقافة في بيئة معينة بتخاطب بيها شبابها بتخاطب بيها الناس اللي فيها فأنا دائماً مع الخط اللي هو يخلينا دائماً أبداً في حالة بهجة في حالة تعلم في حالة تواصل مع جمهورنا فسواء الميكرو تياترو أو القراءة المصرحية الحقيقة تبنتهم أولاً مش لأنهم بس أنا يعني شايفة أن هم يعني بيتنغموا مع واقع الثقافة لا كمان لأنه هم طيارات عالمية محتاجين إحنا كمان إن إحنا نفتح لها أبوابنا أبواب التنفيذية الشباب يتمرسوا عليها اللي بيها تبقى أحد الأليات لأنه فكرة ارتباط المصرح بالإنتاج يعني عندك مثلاً هيئة المصرح تولي هيئة المصرح مثلاً بتنتج كم عرضة في السنة الميزانية قد إيه؟ جيوش الحاجات اللي هي خارجة اللي أنت مش شايفة على الخشبة هي مورقة الإنتاج سواء بقى إئداريين أو 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 فتلاقي نفسك بتصرف فلوس كتير جداً فالنهاية ما تدريش تعملي عروض يعني لو تكلمتي عن حتى المصرح القومي المصرح الحديث كم عرضة في السنة دا لو بيطلع عشر عروض يعني بيطلع كل شهر عرض برضو عشر عروض ما يكفيش 120 مليون نسمة فإحنا إذن بنتكلم لابد من البحث عن سياغات جديدة السياغات الجديدة دي تقدر تستوعب تقدر تخلي كل واحد عايز يعمل تراكم خبرات في السيفي بتاعه فلابد من أليات جديدة تساعده دا طيب دكتور يمكن برضو يعني إحنا برضو عارفين من موضوع الميكرو تياترو كطلبة بتدرس في فنون مصرحية أو حريك بتعرفينا عليه دايما لكن دي حاجة حضرتك اللي جبتيها مصر من إسبانيا وعايزين حاجة تعرفي الناس أكتر يعني إيه ميكرو تياترو يعني إيه ممكن في يوم الأيام المصرحية بدل ما هي كانت بتكاليف كبيرة وفلوس كتير زي ما حريك بتقولي النهاردة ممكن نخش مكان نتفرج على أكتر من العرض في مدة دقليلة مش مصرحية ساعتين أو ثلاث ساعات زي ما الناس متعودة برضو ونستمتع بالعرض دي كلها بص هي كطيار بدأ في أسبانيا 2009 أنا التديه تنقله المصرى 2016 يعني تقريبا بعد خمس سنين من ظهوره في أسبانيا بس هي فكرة المصرحيات القصيرة موجودة من يوم ما وجد المصرح يعني حتى تلاقي كشكش بيه كانوا دايما يعملوا ما بين الفصل والفصل لمصرحية صغيرة أو سكتش قصير فهو فكرة القصير موجودة إنما الميكرو تياترو مش بس قصير هو الميكرو تياترو عمل نوع من أنواع الادابتيشن إنه هو يعني خلاص بقى يعني أدبت على المفردات الحياتية تكيف غرفة آآ بالذات تكيف يعني غرفة 15 متر بلمبة نور عادية بتشتريها بعشرة جنيه تقدري تعملي إفكت الإضاءة اللي أنت عايزة استغنيتي طبعا عن الصوت لأنها 15 متر الإضاءة خلاص لمبة أي حاجة أنت عايزة تقوليها من مشاعر فلما إن المساحة صغيرة 15 متر فبقى الجمهور كمان 15 فبقت المسرحية كمان صغيرة كلها فبقت المسرحية كمان 15 دقيقة فبقى نفس مجموعة العمل بيقدموا نفس العرض على 6 أو 7 مرات في خلال الثلاثة أربع ساعات اللي بيعودها الممثل طب لو بصنا لها كده على الآية نفس الوقت نفس الوقت اللي الممثل بيشتغل فيه عشان مثلا يعمل عرض 150 متفرج أو 200 متفرج بس هو بيعملهم متقطعين وده اللي احنا قلنا في البداية إن فكرة الحميمية ما بين الملقي والمتلقي أصبح متطلب النهاردة الناس كلها مع الموبايلات أنت بتختار المينيو يعني كلنا بنختار المينيو لما نيجي نتفرج حتى على أي حاجة على اليوتيوب أو على أي شيء فبقت من المتطلبات من أنت النهاردة عشان تلبسي وتنزلي وتروحي تعملي صهرة خدتي النص اليوم النهاردة الميكروتياطر هو يكاد يكون الكافي اللي انت وانت بتشربي كوباية الشاي أو كوباية القهوة ممكن تخش تشوفي عرضه ممكن تخرج تتنقش في العرض فعندك أحداث كثيرة تواكب اللي انت بتعمليه بالإضافة تقضي نص يوم ثقافي في أي مكان كمكان التقاء الناس بيخليهم أن هم اشتغلوا على آيتم يعني مثلا حنشتغل عن البطالة فتبقى الست سبع صلاة بيتكلموا عن البطالة ولكن أحمد بسرن بيقدمها بشكل غنائي أنا بقدمها بشكل استعراضي حيث بتقدميها بشكل كوميدي واحد تاني بيقدمها بشكل تراجيدي وهكذا فأنت نفس التيمة بتشوفيها من زوايا مختلفة فده بيساعدك أنك انت تعمقي رؤيتك وفلسفتك في النظر للأمور ما تبقاش خدت رؤية مؤلف واحد أو مخرج واحد في خلال الصهرة كل دي أنا شايفة أن دي كلها قليات عصرية يعني أصبحت ضرورية في حياتنا ما أصبحتش لها حلوة قاية دكتور بيسا حالي كنت بتقولي أن المصرحيات القصيرة طول عمرها موجودة لكن دايما كنا بنتشد للمصرحيات اللي هي العرض الطويل ثلاث ساعات وأربع ساعات وكانت زي ما حالي بتقولي فصحة كده للأسرة نهاية تروح تحضر ويقضوا صهرة فنية جميلة جدا أصبحت المصرحيات القصيرة أو الثقافة دي ما كانتش موجودة زمان ودلوقتي بدأت تتواجد بشكل أكبر وبدأ يحصل تفاعل معها بشكل كبير جدا والله عصريا اللغة العصرية اللي احنا عايشين فيها كل حاجة في حياتنا بقت كوي الناس حتى ما عندها الصبر نسبة التركيز بقت أقل فهي كلها استجابات عصرية لكن ده برضو مش معناه أن المصرحيات الطويلة مش موجودة أو المصرحيات الإنتاج الضخم مش موجودة لا موجودة ولكن برضو تنوعت يعني أصبحت المصارح بشكل عام فقدت حالة الجمود إن اللي استج ثابت ومكان المتفرج ثابت دخلت تكنولوجيا أقوى فبقوا من الاتنين على مثلا هيدروليك بتحركوا بشكل فبتشكل الفراغ كله عشان تعملي عرض لأنك بتبحثي عن كم الإبهار العالي اللي يوازي اللحظة التكنولوجية اللي احنا عايشين فيها ففكرة ثابت المسارح والعروض الطويلة موجودة ولكن بتكلفة أعلى فهي حركة زمن وحركة حياة وحركة مقتلوبات وها لازم نواكب العصر أصلي هي أنت بتعيش لحظتك بكل ما فيها بتعيش لحظتك بإبداحة لأن النهاردة مش معقول أنت بتعملي الشاشة كده بتشوفي كل حاجة مجسمة وبتسفري وبتيجي بتعملي بتقولي ألو بتكلمي مع حد على بعد قرات مش على بعد قرة واحدة فهي العناصر دي كلها بتخلي زهن المتلقي ما بيشبعش بسهولة ما بيكتفيش بسهولة فأنت لإما تبسطيها تنبسطي أو تكلكعيها وتخليها كلها تكنولوجيا فتنبسطي برضو طيب دكتور يمكن برضو لفت نظري لما اشتركت مع حضرتك في المهرجانين سواء الكراءة المسرحية أو الميكرو تياترو بوجود السفارة الإسبانية دايما والأنشطة الحاجة بتعمليها معهم اشمعنا السفارة الإسبانية بالذات واشمعنا الأدب الإسباني؟ والله أنا يعني كلية الشرف أن أنا دكتورة بتاعتي من الأسبانية فمعهد سيرفانتس والسفارة الإسبانية طبيعي أن هم بيشتغلوا على التعريف باللغة والتعريف بالثقافة زي ما احنا كمان في مجتمعاتهم بنشتغل على نفس المساحة فهي الحكاية ببساطة أن أنا يعني خدت الدكتورة بتاعتي من هناك الأدب الأسباني أدب كبير وواسع كل أمريكا اللاتينية بتتكلم أسباني فانت زي ما تقول كده ربنا حطك في حتة فيها كنز فالكنز ده ما تبقاش أناني بقى تعرفه لوحدك لازم كل الناس تعرفه بالأخص أن هم فعالين ونشطين وبيحبوا أن هم يعني يتفعلوا ويقدموا شغل كويس جدا ودي وظيفة أساسية ما ينفعش مجتمع منغلق أنت اتنهارتا بتتكلم في مرحلة العولمة معناها أن الدنيا كلها بي تقدي كده فما ينفعش أن احنا ما تقومش بدورك الحقيقي لأنك طالما تتكلم عن إنسان فالإنسان هو الإنسان بس كل واحد فينا بقى بيتناوله بظروفه يعني كان وانا فاكرة وانا بعمل الدكتوراه كان ساعتها في المكسيك كانوا عاملين فيلم بداية ونهاية بتاعنا جيب محفوظ وكان مكسر الدنيا فقدي إيه ساعتك وقدي إيه فخرك أنك انت ابن بلدك بيتقدم في ثقافات أخرى وفي نفس الوقت لما تتفرجي على الفيلم هما ما عملوش حاجة لأنها مشكلة إنسانية حقيقية يعني إحنا بنجواز الميكرو تياترو إحنا بنعملها على مستويين أعمال مترجمة اللي بياخدها يقدمها أو أعمال مؤلفة فاللي بيفوز بنترجمة وبنعمله قراءة مصرحية في أوروبا وأمريكا اللاتينية فده برضو لتقديم ولادنا ولتقديم مبجعينا إن هم يكونوا موجودين على الساحة العالمية لأن حقيقة فيه لازم نبذ المجهود كبير لأنه بيقولك فين مين من أيام نجيب محفوظ عايزين نعرف عندكم مين تاني طلع مين تاني فطبعا لو قلنا فيه تأثير يبقى إحنا لبقى الصريح طيب السفارة الأسبانية قدمت لحضرتك رسالة شكر وتقدير وتهلئة من خلال السوشيال ميديا استقبلتي التأدير ده إزاي؟ طبعا بكل الحب طبعا وبكل الاحترام وبكل التقدير ما حدش فينا بيقدر يعيش من غير ما بتحس اللي كانت وراكي دعم وراكي تقدير من ناس بتقدر اللي انت بتعمليه شايفاه بتدعمك نفسيا وبتدعمك إنسانيا وفنيا فده طبعا شيء رائع يعني جزء أساسي من عطاء الإنسان وتوهجه واستعداده للشحن للعطاء والتعب مرة أخرى تقدير اللي حواليه طبعا طيب دكتور ده برضو خلينا نروح لحتة تانية خلص مش مختلفة هي برضو حتة أكيد حضرتك ما جاش من فراغ إن انت النهاردة تعملي فيديوز على السوشيال ميديا والحمد لله بتنتشر إنشار واسع ويبير جدا فده أكيد من خلفية حضرتك الفنية والقصص والحكاية والكلام ده كله اللي خلاكي تقبلي على المرحلة دي أو الفكرة دي وحضرتك عندك ما شاء الله عمدة المعهد وعندك المهرجانين وصفر حضرتك وانشغالك مع الطلبة والكلام ده كله جالك منين فكرة الفيديوهات؟ مالطلبة برضو هي الحكاية لما بتشتغل حاجة بإخلاص بتلاقي الحاجة بتولد حاجة ضرورياتك إنك انت الشباب النهاردة صعب قوي تقنعوا بحاجة ودائما أبدا في عندنا كده فريق الكنبة اللي على طول بيدي كل الناس كل طاقة جميلة آه طاقة سلبية الأبعد الحدود لا مش هينفع لا ما يجيش لازم نعمل حاجات هطة لازم نعمل حاجات مش عارفة إيه هو كده بس هنشتغل اللي بيفرق على السوشيال ميديا وبيعمل ترند الحاجات الخارجة اللي قاللت الأدب كل بالعكس على مكتب سأتعقودي بقى تسمعي ياولاد الحياة مش كده يعني أنت عمل الصح وزرع وربنا حيخليك تجني في أي مرحلة مراحل حياتك يا سيدي يا عمي يا سيدي يا خلتي يا عمتي ما فيش دماجهم بقفلة فأنا عندي في الحرفية بعمل يعني دايما أنا ميالة أنه ما ينفعش أخذ التدريبات من الخواجة وحطها زي ما هي عشان الخواجة قالي لأنه الخواجة عمل لمجتمعه بثقافتهم بتدريباتهم فأنا دائما أبدا ببحث على إيه اللي معانا وفي نفس الوقت حط عيني دايما على أن الطالب يخرج معاه مهارات يقدر يقدمها ويقدم نفسه بيها بمعنى أنه النهاردة السوق في دبلاج ناس كتيرة فاتحين بيتهم بالدبلاج في حكي ناس كتيرة فاتحين بيتهم بالحكي في أنك أنت تبقى موجودة على السوشيال ميديا قادرة على أنك تقدمي أشياء فدائما نحط عيني على الحتة دي وحتى عيني أنه هو لما يروح يقدم نفسه في مكان يبقى عنده خبرات يقدر يقدمها يقول والله تقدر تتفرج علي أنا عملت ده فكنت بطلب منهم أنه هم يعملوا حكاوي مصورة وينزلوا أيقونات لما هو الكلام اللي بنوع عليه ما بين السطور التمثيل مش هو السطور ولكن ما بين السطور لأن كلنا قاعدين منتكلم مع بعض بس فيه جوانا مونولوج زي ما سألوشي قالي طرحة فكت الكاميرا الجانبية يا أحمد قاعد النحيا دي لو بحبص لأحمد ولا حبص لقاعد الكاميرا كل ده حوار داخلي بيدور جواكي ومفروض أنه ما بيقعطلش الكلام اللي خارج منك إلا أنه اللي قاعد بيتفرس بيقرف عنيكي في إيماءاتك لا لا في حاجة عايزة تقولها لا لا في حاجة مدايقاها في حاجة ألقاها في حاجة مش متزبطة فالحوار الداخلي هو اللي بيعمل ده فالممثل عشان نقول عليه ممثل لازم يعرف بحط إيده كويس قوي عشان كاتش الألوان الانفعالية وكاتش الإقاع فده لا يمكن ييجي من غير ما هو يبقى قري نفسه فحاجة شايفاني لكن أنا مش شايفة نفسي فالممثل لازم يكون شايف نفسه شايف نفسه إزاي من كتر ما يتضرب فهو عارف رأكشن عارف كويس قوي إن إسقاط الدوق ده ممكن يعمل ظل معه إزاي مع لغد مع مناخير عشان يقدر يقول في الشخصية دي أنا عايز ده في الشخصية دي أنا حعمل ده ففكرة إن هم يعملوا الحكاية مصورة ويطلع أيقونة فيها الكلام اللي بيفكر فيه ويمن تجهب فكتب أقابل بحراب كفاية دكتورة نبيلة بتطلب مننا حاجات صعبة ما بنعرفش نعملها فالمم جيت عند دفع من دفع قلت بس طب أنا حعمل وأنا حتعلم فلو أنا عملت مفيش طالب يجي يقول لي إن هو ما بيعرفش أم هو صعب بس أنا عايز أقول بل حاجة بس مع رئي صادق يعني مشروع دكتورة نبيلة في حرفية التمثيل أنا دخلت أول ترمي كده مع دكتور نبيلة كنت باخد حرفية وأنا في موسيقى أربعة من حضرتك في ترمي الترميات لكن المشروع عبارة عن ساعة من الهلاك الهلاك ففي مثلا حوالي يعني الدكتورة في أول محاضرة نتهالنا إحنا ماليين ورقة كده عن المشروع إيه بقى التسكيلات المطلوب منها وحاجة كتير ده غير الإراية إن إحنا بنقر مثلا منهج ستانيس كلافسكي مثلا ده بنقعد نتكلم فيه مع الدكتورة فالموضوع كبير جدا فبتيجي مثلا على الفوتومنتاج تلاقي اللي طلبة فعلا طب هي طب ما نعملوش طب مش عارب إيه بس بتثقل يعني بتحس إذا إنت استفدت آه ده غير إن فيه رقصتين ثلاثة مثلا بنتعلمهم برضي طب ده اللي عايز أسأله بقى يا حضرتك عليها دكتور إنه يعني بالرغم إن معروف عنك الحزم والشدة والقوة كده مع الطلبة خاتب إليك لمعامات كده بإدارة على الأحوال تبالي جدا واللي إنت بتحكيه والطلبة بس كمان الطلبة بيحبوكي جدا يعني إزاي درتي تعملي المزيج ما بين الشدة والحزم وما بين برضو حب الطلبة لكي والنوق مشاريع حضرتك على قلبهم زي العسل لا بصي هو إدراك إنه هو أنا مش بعمل حاجة لمصلحتي إدراك إن أنا حريصة جدا إن أنا بقابل الطالب ترم اللي هو يعتبر 12 أسبوع بيصفه فعليا على 9 أسابيع أنا مش عايزة حاجة منه غير إنه هو ياخد مفاتيح في بعضهم بياخد المفاتيح دي ولا يدركها في فترة الترم لكن بيدركها بعدين وفي سنة 3 وفي سنة 4 بمعنى أنا حريصة جدا مثلا في الثلاثة أربع رأسات اللي في المشروع إنه هو يتدرب على أنواع مختلفة من الرقصات على مدار بقى عمره مش بس وجوده جداخل المعهد بيتعرض إنه هو بيحتاج جملة تانجو جملة فالس جملة رأس حديث فعلى طول اللي خده بيبقى خلاص جزء منه بيبقى بتاعه فيقدر على طول يستدعي ويشتغل به ساعتها لما بيتذكر بيتذكر إنه يدعيلي فطبيعي إنه هو يحس إنه فيه حد تاعب عليه وفيه حد اشتغل معه فهي مسألة بديهية لما أنت بتعملي الحد لمصلحة حد حتى لو مش واخد باله دلوقتي ويدرب رجله في الأرض وبيعايت وبيزع وحاجات كده كمين شوية بيعقل هو عقلة عين 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 العقل دعشان حايت توجوده بس لا لا الحقيقة شاهدة لله أحمد دفعته كانت بالدفعات المميزة الطيعة الكبار النطجين اللي جايين هم عارفين عايزين اللي إيه دكتور الكبار النطجين عشان تعرف عشان تعرف إنه أنتو ظلمين عين حيلا كويس تقابلي دفعة عارفة هي عايزة إيه فبتبقى سهلة قوي إنها تدرك اللي إنت بتعمليه معاهم والمجهود اللي بتعمليه معاهم لحد فينا حلو جدا دكتور عايزين برضو نتكلم على يعني مشورة حضرتك الفني وتمثيلك مع فنانين كبار جدا 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 وإيه اللي خلاكي فجأة تبطليه أو تبعادي عن التمثيل قدام الكاميرا أو الكلام ده كله وتهتمي بالتدريس أو تهتمي بالفنون المصرحية كدراسة وأكاديمية هو طبعا ما حدش بيقدر ياخد كل حاجة لو بتشتغل جد مش بتشتغل يعني بشكل إن آخر بيعمل لك حاجات لأ إنت اللي بتعمل كل حاجة بإيدك عشان تعرفها صح فده وقت فإنت مش ممكن حتكون في الستوديو في نفس الوقت بتشتغل كنترول أو بتشتغل شؤون طلاب أو بتحضر منهج أو بترجم حاجات لمهنتك فكان لازم دايما يعني فيه مثلا معروفة أو يقولك عشان تاخد حاجة لازم تسيب حاجة لكن تاخد كل حاجة ده مش لا يبقى فيه سر ما فالواحد في لحظة من لحظات حياته لازم يوقف مع نفسه وقفة ويسأل نفسه هو عايز إيه أنا دخلت التمثيل عندي تقريبا سبع سنين ونص ما وصلتش تمان سنين فشفت الجوهر الصناعة من جوا فجوهر الصناعة من جوا مرعب مرعب لأنه ممثل علشان يقدر يعمل بيت مستقر ويبقى عنده مصاريف حياته لو ما حلفهوش الحظ أنه بقى نجم أول وما فيش ارتباط ما بين النجم الأول وما بين الممثل الأفضل الأول أقوى دي حاجة ودي حاجة لأن ده شروط تسويق يعني أنت ممكن روح تشتري سلعة أنت حبها لكن السلعة الأجود منها أرخص شوية منها أو بتاع فالجودة والشهرة اتنم لهمش علاقة ببعض لأن دي صناعة قائمة على التدريب ودي تجارة قائمة على بتعرضي إزاي السلعة بتاعتك ومين اللي بيقبلها وقاليات السوق شكها إيه فأنا اتضح في ذهني قوي الصورة دي أنه مش معنى أن أنا ممثلك ويسأ معنى أن أنا حاخد حقي عشان هو ده الحق وهو ده لا مش موجود الكلام ده موجود أليات السوق أليات السوق دي سألت نفسي أنا أدها فالحقيقة خفت إن أنا مش أدها فأنا دايما بحب أبزل جهد في حاجة فلاقي الناتج طبيعي قدامها فراهنت أكتر على الحياة الجامعية أو الأكاديمية لكن أنا عمري ما بطلت تمثيل ما أقدرش لأنه التمثيل هو بالنسبة لي هويتي وهو بالنسبة لي حبي والتدريس سمح لي أن أنا أكون بمثل دائما يعني أنا جوه محاضراتي بمثل جوه علاقتي بالطلبة كتير جدا مثلا بحب قوي مادة الارتجال فعلى طول بطرح أطرحات وبياخد وبيدي معاه بس يا دكري أنت مش بتمثيل أنت تتحولي يعني بجد تبقى بتتكلم مع أنا عادي وفجأة بنلاقي شخص تاني يعني هي مثلا والله أنا ببقى قاعد وبقى قاعدة أنا محدود هي بتكلم أنا بجد كده يعني أو بتكلم حد هي بتجد بيزعق له بجد ولا هي هو عمل إيه والتارية مثلا ممكن تكون مثلا بتقوله أداء أو بتعرفه على حاجة معينة فبس فخدت اليقين دوت لكن دائما أبدا لما كان حد بيستدعيني أعمل شخصية ماء أو بتاعك طبعا كنت بروح يعني ما عنديش أي أزمة بدا على الإطلاق يعني لو حررتك مثلا تعرض عليك حاجة دلوقتي تروحي تبقي مرحبة جدا بيها ما نقولك عمري ما قطعت يعني من بعد ما رجعت مع الأستاذ هاني اسماعيل الله يرحمه عملت معه مثلا ثلاثة أربع مسلسلات كنت بعمل كورسي تمثيل فعملت معهم في المقصير عمري ما قطعت لأنه صعب أنك أنت تبقي أولا أنا مؤمنة أن التمثيل قيمة حقيقية لأنه التعلم عن طريق القراءة شيء رائع ولكن عن طريق التكسيد الحي القصص والمشاكل هو الأقرب للوصول للقلب ودليل أن القرآن الكريم تواصل معانا ربنا سبحانه وتعالى بالقصص فهمت به وهمت بها فكل التفاصيل دي فأنا شايفة أن الممثل عنده رسالة لو تخلى عنها يبقى تخلى عن نعمة كبيرة ربنا ادهى لكم دكتور حريك نورتينا جدا لأسف في الوقت جري وعد بسرعة وإحنا ما حسناش به بس إحنا اتشرفنا بوجود حضرتك معانا النهاردة وبنحييكي على كل مجوداتك الرائعة في المعهد العالي في المصرحية نورتينا يا دكتور أنا اللي بشكركم جدا وسعيدة جدا جدا على تواجدي معاك وبشكر كل فريق العمل اللي نورونا وغط ومهرجان القراءة المصرحية وبشكرك على وقتك وبشكر أحمد جدا جدا على الدعوة الكريمة دي لنا كنت موجودة معاك شكرا لحركة دكتور نحنا لسا نكملين معاكو باقي فقرات ايم باكس بعد الفاصل الفقرة الدينية مع الدعيا يوسف عادل خليكم معنا